بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين سنة مهجورة لا يعلمها كثير من الناس على قدر يسري وسهولة هذه السنة لما ثوابها عظيم جدا قراءة آخر عشر آيات من سورة آل عمران قراءة آخر عشر آيات من سورة آل عمران تعدل قيام للابحالها كما جاء في الحديث الذي يذكره الإمام الدرامي رحمه الله سيدنا عثمان بن عفان قال من قرأة آخر عشر آيات من سورة آل عمران كانت له بقيام ليلة كاملة أولى حضرتكم الأدلة التي تصحح وتقوي هذا الحديث هذا الحديث كان فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح طبعا قد كنت كثيرة قبل ذلك وقلت الحديث الضعيفة معمول بها في فضاء الأعمال ودربت في دروس كثيرة في دروس سابقة أمثلة لأحديث كثيرة جدا جدا ملعت عليها أحكام الفقهية أهمة جدا فبقى لكم بقى بفضاء الأعمال فالحديث الضعيف اللي بكله شواهد نصنا بتقوي يعمل به وده رأي الأئمة الأربعة وجمهور العلماء وشيخ الإسلام المتايمية وشيخ الإسلام المتابيك اللي عمله عندنا اللي عمله بالحديث الضعيف فنحاول لحضراتكم الشواهد بتقوي هذا الحديث اللي يريد اللي عايز يعمل به يعمل به وش عايز يعمل به هو أحد أولا موظمة الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة آخر عشر آيات من سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يتكونوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقين عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا يلادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا يفق في لنا ذنوبنا إلى آخر الآيات أول حاجة الرسولة كان كما جاء في الحديث كما جاء في الصحيح الحديث الصحيح عندما يستيقظ من نومه يمسح النوم عن عينيه ويقرأ هذه العشر آيات فقال العلماء هذه العشر آيات لها فضل عظيم في دفع النوم ودفع الكسل وإنسان يدرك صلاة التهجد وصلاة الصلس الأخير من الليل ويدرك صلاة الفجر جاء الحاجة فطبعا ده بيقوي موظمة رسولة صلى الله عليه وسلم وصحابه عليه هذه الأرداد يقوي هذه الحديث الثانية الآيات دي العشر آيات دي فيها آيات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى رسولة صلى الله عليه وسلم إنما نزلت عليه آيات دي قال نزلت علي آيات للليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه ويل يبقى آيات آبادة التفكر في خلق الله إبادة قلبية عظيمة لها ثباب عظيم لذلك هذا الدليل التالي لما فصل قول سبحانه وتعالى الذين يتكونون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما قلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار قال تفكروا ساعة خير من قيام ليلة وفي الويلة تفكروا ساعة خير من عبادة ثمانين سنة وقال سيدنا عبدالربي قال أيضا تفكروا ساعة خير من قيام ليلة ربيعا ربيعا أن الصحابة كانوا يمارسون هذه العبادة سيدنا عبدالله بن عمر خطاب كان يطلع للبيداء والصحراء ويتأمل ويتحنس وينظر في السماء ويتعبد ويتعبد بقلبه التابعون واحد زي سوفاني السوري تفكر مرة في آية إذن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون ثم قيل أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا في سورة الغفر فأخذ أتفكر في هذه الآية طوال الليل وأخشي عليه من خوف من خوف من الله وكان يبوره دمان كان يبور عن نفسه دمان فليلة زي دي بألف ليلة من الليل نحن في خامل الليل يعني التفكر بالقلب الدليل الرابع والخامس وده أقوى الأدلة أن خواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم جدا 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 ونقى بقيام الليلة برضو وحول حضرتكم مجاء في فضل خواتيم سورة البقرة وقياسا على ذلك يقص خواتيم سورة آل عمرو الرسول سنقول في الحديث وتيتوا خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتاهوا مع نبي قبلي لهم من أول آمن رسول بما أنزل الله من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الأخ الآيات وقال فتح باب من السماء أو في السماء لم يفتح من قبل ونزل أملك من السماء لم ينزل من قبل معه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة فالعلماء قالوا إيه ونصرهم ألف الحديث والصحيح من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاة العلماء قالوا ستة أقوال في هذا الحديث بعض الماء قالوا ياخذ السواب ما يغني عن أي شيء صعب عظيم جدا جدا لمعض الماء ياخذ سباب قراءة القرآن كله طول الليل لأن الملك نزل معه خواتيم سورة البقرة في إيد وخواتيم والفاتحة في إيد تاني الملك نزل من السماء مخصوص لم ينزل قبل كده وتفتح باب في السماء مخصوص لم ينزل قبل كده وصورة الفاتحة الوحيدة نزلت مرتين ومعها خواتيم سورة البقرة ومتبعين سورة الفاتحة بتعدل القرآن كله وإنها أم الكتاب فقال له أيضا خواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم وتعدل القرآن كله أو لها فضل عظيم ف بذلك بعض رماء قالوا يعني بتاخذ السواب يغنيك عن أي شيء يعني نحسرهم قال كفتاة من قرأ خواتيم سورة البقرة كفتاة وبعد رماء قالوا كفتاة عين الجن والإنس وبعد رماء قالوا كفتاة قيام الليل كفتاة قيام الليل ف وده الأصح الأخوال وإن كان كما قال ابن القيم ما فيش تعارض من هذه الستة أخوال كلها صحيحة بفضل عظيم لذلك سيد عبد يقول اللي تمر عليه للا واحدة ويقرأش خواتيم سورة البقرة متعمدا إنسان ليس عنده عقل صغير عقل النص اللي ليس عنده من ترك قراءة خواتيم سورة البقرة في ليلة لم يعقل ما يسعندهش عقل من الصواب العظيم إزاي فرض في الصواب ده هو متعمد ف أصح القوال أوروباما أقل أوروباما الصواب اللي هو حديث سيدنا عبد الله من صعود وعديث صحيح أرضا من قرأ قواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاة قيام الليل فرما قاله بعد أن هي تكفيك قيام الليل يبقى بتعدل قيام الليل بحالها يعني كفاية بس أنك يقرأها لا يحتكت أي صور أوروباما البقرة في المصحف بعدها على طول آل عمران البقرة وآل عمران رسول صلى الله سماهم الزهروين قال جواز فرما وخواتيم سورة البقرة لها هذا الفضل العظيم كما قلنا الحديث الصحيحة دي كلها جاءت من كنزن تحت العرش يبقى أكيد خواتيم سورة ألي عمران هي كمان لها هذا الفطل لأن الاتنين اسموه الزهراوين والاتنين حييجوا مع بعض يوم بالقيامة والاتنين في الترتيب وورا بعض يبقى إذاً فيه سر في خواتيم السورة دي وفي سر في خواتيم السورة دي إذاً إذاً أنت لو قرأت خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة ألي عمران دي هتاخد منك دقيقة أو دقيقة أو نص فأقل من خمس دقيقة لما نكتقر أخواتيم سورة البقرة هتاخد قيام ليلتين كاملتين وإذاً إذاً من فضل العظيم لهذه الأمة لقصر أعمار هذه الأمة ولفضل هذه الأمة على الأمة السابقة فحبانا الله سبحانه وتعالى بهذه السنة العظيمة التي نحصل منها سوابا عظيما بأقل الأعمال لكن بالأسف الشريف بسبب الجهل بالعلم الشرعي والاستخفاف بالسنة والأسكر يعني ضاعت هذه السنة وأقسم بالله العظيم قصما وحاسب عنه من القيامة أن من يعلم هذه السنة ويتخاذل وتخافل وتخافل عنها سندم أشد الندم من قيامة واللي حتى كان عنده جهل بيها ما يعرفهش وما يعرفها عندما أشد الندم من قيامة لأنك هتخسن منازل عظيمة جدا في الجنة بتركك هذه السنة خاصة إنها ما تخذش منك مجهود يعني إيه لا إيه ما تقرأ خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة الأمراح هتخذ منك الدقيق الاثنين مع بعضا ما يقضوش خمس دقائق ياليت نتقي الله سنة حتى تعالى من لاستخفش بالسنة فأنا هكتب لكم الحديث دي والدقة دي تحت المصحة تحت الآيسف تحت الفيديو ياليت افتحوا فاصل الفيديو في ايكون على الشمال وتغطى عليها بتتفتح فاصل الفيديو انساكوا هذا الكلام ونشوهه ونشوه ونشوه أجرى معامل بيها من القيامة لانقو زلك من قرم شايمت وشوه تبعي الجرس السراق فإن الله سلامكم كل جديد وتساعدوني على الشرس سنة ربية كل قولي هذا استخفى الله ليه لكم